جيش الطين او ظريح الامير تشينشي استطاع هذا الامبراطور توحيد جميع ممالك الصين وانتصر بجميع حروبه وقد قص عليه بعض العرافين انه في الحياة الاخرة سوف يعود الى الحياة ليكمل بقية حياته هناك مع قدرات خارقة ومنها بث الارواح في الطين فطلب من وزرائه ان يصنع له جيشا كامل من الطين ليحمي ملكه في الحياة الابدية فاشرف بنفسه على صناعة سبعة الاف جندي مدججين بجميع الاسلحة من سيوف وغيرها وعربات القتال والخيول وجميع ما يحتاجه الجيش ومن غريب ما طلب منهم ان تختلف اشكال التماثيل في احجامها ولباسها حيث ان الضباط اطول واعلى تجهيزا من المشالعاديين وايضا يرتدون مجموعة من الدروع وشارات الرتب العسكرية على ان يختلف وجه كل جندي عن الاخر مما يضفي على المحاربين لمسة اخرى من الواقعية وقد اكتشف بعض المزارعون وهم يحفرون في حقلهم موقع هذا الجيش الطيني في عام 1974 وابلغ السلطات عنه وتم اعتبار هذه المنطقة متحفا اثري